تلقى وزير الخارجية سامح شكري اتصالا هاتفيا من نظره السويدية توبياس بلستروم حيث تناول الاتصال مسألة تكرار وقائع التعدي على قدسية المصحف الشريف وأوضحت وزارة الخارجية أن الاتصال بين وزيري الخارجية يأتي في ظل تكرار الجرائم المؤسفة بحرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف السويد وأضافت الخارجية أن وزير الخارجية السودي أعرب خلال الاتصال عن إدانة تكرار وقوع مثل هذه الحوادث المؤسفة في بلاده مشيرا إلى شروع بلاده في دراسة السبل الكفيلة للحد من مثل هذه الأفعال العنصرية وأشرت الخارجية إلى أن شكري أبلغ نظيره السويدي استياء الجانب المصري ورفضه للسماح بتكرار حوادث حرق وتدنيس نسخ من المصحف الشريف في السويد منوها إلى أن تكرار مثل هذه الاستفزازات يقاود من جهود تعزيز التواصل وحوار الأديان من ناحية أخرى تطرق الحديث بين وزيري الخارجية إلى مصار العلاقات الثنائية بين مصر والسويد كما حارص المسؤول السويدي على الاستماع إلى تقييم وزير الخارجية للأوضاع في السودان والجهود التي تضلع بها مصر من أجل إنهاء الأزمة السودانية ترجمة نانسي قنقر